عايزة ابتدي معاكم اخبار نادي الزمالك كل الناس منتظرة وصول المدير الفني طبعا الكولومبي والمدرب العام معه او الاسيستانت كوتش بتاع الرجل الكولومبي وهو اختاره اسباني واللي من المفترض ان هم هيشهدوا مباراة حرس الحدود من الملعب وهيبتدوا تولي المهمة ان شاء الله بعد مباراة حرس الحدود من المفترض بكرة بازن الله يوم الاربع سيصل المدير الفني الكولومبي الساعة تمانية الصبح وفي نفس اليوم ايضا هيصل المدير المدرب العام الاسباني من اسبانيا طبعا المدرب جاي من كولومبيا والمدرب المساعد اسمه بيدرو جوماز وده هيجي من اسبانيا اسبانيا من مصر الاسبانيا اربع ساعات ونص اما من مصر الكولومبيا فيعني لو دايريكت ممكن تصل لتمنتاشر او تسعتاشر ساعة دايريكت يعني مسافة جبيرة جدا جدا وبالتالي كمان هيكون في النص فيه ترانزيت للطيارة وساعتين ويطلع تاني ويعني عشان كده الراجل يعني هيقعد تقريبا يوم كامل في الطيارة يعني من اول ما يوصل المطار لغاية ما يوصل لمطار مصر الخروج من المطار يعني اكتر من اربعة وعشرين ساعة طبعا هيكون مجهد اجهات غير طبيعي وطبعا بكرة هيكون فيه التدريب الاخير لنادي الزمالك استعدادا لمباراة حرس الحدود ولا تقام باذن الله يوم الخميس الساعة تسعة وربع باذن الله ان شاء الله وهي مباراة مهمة جدا 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 لنادي الزمالك نحو الصعود لمقدمة الدوري باذن الله